السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناة نبيل كستان في هذه الحلقة سوف نستعرض أو نقوم بمراجعة لجهاز بلاي ستيشن 5 الجهاز الجبار الجهاز العظيم من شركة صوني والذي يعتبر جهاز متفوق جدا عن باقي الأجهزة السابقة لشركة صوني كما سنستعرض أهم مواصفات هذا الجهاز وأيضا سعره في باقي الدول العربية أنه سيأتي بسعر لا يوجد هناك فروقات على مستوى الدول العربية سوى العراق سوى السعودية المغرب يعني جميع الدول العربية أو العالمية سيكون سعر ليس متفوج بشكل كبير فكما ذكرنا لكم أن جول لبلاي ستيشن الأخرى سوى بلاي ستيشن 4 أو بلاي ستيشن 3 أتت بفول هاتش دي بشاشة أو بدقة 4K لكن الشيء الجيد في بلاي ستيشن 5 هو أنه ظهر بنيزة أو بدقة 8K وهذا أمر رائع جدا وأنا بصراحة كنت متوقع هذا الحدث لأنه يعني أكد مالك هذه الشركة أن جهاز البلاي ستيشن 5 سيكون قنبولة تكنولوجيا في العالم وأيضا بلاي ستيشن 5 جاء بمعالج من سلسلة رايدون نافي كما يدعم الجهاز أقراص التخزين من نوع SSD والشيء الجيد أيضا في جهاز البلاي ستيشن 5 هو أنه سوف يحتوي على محرك أقراص ظوئي لكن لم يتم الكشف صراحة عن مواصفات وخواص هذا المحرك أيضا هذا الجهاز يداعم تقنية أو نظام الضلبي أطموص لمن لا يعرف هذه التقنية فهي تقنية قامت بها شركة سوني في جهاز البلاي ستيشن 5 وهي تقنية تمد الجهاز بصوت نقي وصوت احترافي في الألعاب في أي شيء تعمل فيه في البلاي ستيشن 5 ويقوم بمده بأصوات جيدة جدا وبصوت نقي تستمد نبرة الصوت في اللعبة بتقنية 3D والكثير والكثير بصراحة من المواصفات القوية القوية جدا التي شاهدناها في التوليلر الخاص بالشركة مواصفات رهيبة جرافيزم رهيب جدا ننتظر بأحر من الجمر لكي يعلم موعد اقتناء هذا الجهاز وسوف نقوم بعرضه هنا على القناة قموا بعمل الشراك للقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل دائما بالجديد رأيت ما يتم صدور الجهاز سوف نشره وسوف نقوم بعمل مراجعة شاملة له من الألف إلى الياء أيضا سوف نقوم بتشغيله ولكي نرى هنا دقة الجرافيزم ودقة الصورة والشاشة وكل شيء سوف نكتشفه هنا وصلتني بعض الأسئلة يعني من طرف تقريبا اثنين أشخاص حين ذكرت في صفحتي على الفيسبوك أنني سأقوم بمراجعة على جهاز بليستيشن شاك قال لي بعض الشخص لكن سؤال مهم جدا قال لي هل ألعاب شركة يعني أو بليستيشن 5 سوف تتوافق مع الإصدارات السابقة لمثلا بليستيشن 4 أو 3 بصراحة تأكدت بصفة يعني بنسبة 90% أنها ممكن أن ألعاب يعني ألعاب البليستيشن 5 أنها تكون متفاوقة يعني متوافقة مع ألعاب البليستيشن 4 يعني حين تلعب مازالا على على النات أو على شيء كهذا الألقابي الأونلاين من بليستيشن 4 يعني ممكن أن تقوم بلعب ألعاب البليستيشن 5 وهذا شيء جيد جدا أتمنى أتمنى أن تطرحه يعني جهاز أن يطرحه جهاز البليستيشن 5 لأنه يعني سيكون بالفعل قنبلة تكنولوجيا في العالم كله الخبر ليس مؤكد لكن نتمنى أن يكون صحيح أما عن سعر البليستيشن 5 فبصراحة يعني من المتوقع يعني أجهزة بليستيشن كلها يعني الأتمنى تكون ليست بعيدة عن يعني عن الأخرى مثلا كما نتذكر جهاز البليستيشن 2 أو بليستيشن 2 صدر بثمن مائتين وتسعة وتسعون دولار بليستيشن 3 أظن بثمن ثلاثة مائة وتسعة وتسعون دولار بليستيشن 4 بثمن أربعمائة وخمسة وعشرون أو أربعمائة وخمسون دولار البليستيشن 4 صفى يكون متاح من ستة مائة دولار إلى سبعمائة وخمسون دولار هذا هو الثمن الذي متداول الآن يعني ثمن غير رسمي لكن ننتظر الأيام المقبلة هي التي ستثبت لنا يعني سحر هذا الجهاز وأظن أنه سيكون من ستة مائة دولار إلى سبعمائة وخمسون دولار أما موعد إصدار هذا الجهاز فبصراحة هو كان من المتوقع أن يصدر في أبريل 2020 لكن كما نعلم جميعا أن بعض الأحداث الهمة في العالم مثل فيروس كورونا قد يعني عطلت من هذا الشيء لكن أكدت الشركة أنه سوف يكون في عطلة 2020 يعني من أكتوبر إلى ديسمبر لا نعرف بالضبط الشهر هذا يعني الذي سوف يطرح فيه هذا الجهاز لكن سيكون من كما ذكرت لكم من شهر أكتوبر إلى ديسمبر وأتمنى أن يكون عند حسن نظن أنه متوقع مئة في المئة أنه سيكون فعلا قنبلة تكنولوجيا في العالم نطمح إلى ذلك وننتظر يعني يوم صدور هذا الجهاز لكن الشريح وسوف نعمل عليه مراجعة شاملة كما ذكرت لكم صوت وصورة وأيضا تجريب اللعبة إلى هنا نكون قد أنهينا هذه الحلقة لا تنسى الضغط على الشراك لكي تتوصل دائما بالجديد وتفعيل زر الجرس إذا أعجبك هذا الفيديو اضغط على لايك لكي تتوصل دائما بالجديد دم تفرعتي لوحبتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى